موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الحياة وحلقة جديدة في بنامج العيادة إن شاء الله النهاردة نتكلم في مواضيع تهمكم كتير في مجال جراحة التجميل قبل ما نخوض في موضوع حلقتنا النهاردة وحيكون موضوع شايق جدا أحب دايما أفكر سادة المشاهدين بالعيادة المجانية اللي بتقدمها قناة الحياة وبالنمج العيادة بشكل خاص لكل تخصصات الطبية وعلى استعداد تام بمساعدة المرضى في كل المجالات الطبية عن طريق الأرقام اللي حتكون موضحة أسفل الشاشة وأي استفسارات النهاردة إن شاء الله على الهوى إن شاء الله ربنا يجعلنا سبب إن إحنا نجاوب على كل استفساراتكم في مجال جراحة التجميل من خلال حلقة النهاردة كمان في كافة الأسئلة الخاصة بالتجميل النهاردة هتكلم على موضوع مهم جدا وناس كتير قوي بتتساءل عنه ويسألوا نفسهم عنه كتير ويقولوا هو الحقيقة الموضوع ده فعلا بقى موجود هل هو كلام بيتقال ولا هل هو فعلا الطب دلوقتي بيتكمن في الموضوع ده بشكل يعني كل يوم بنشوف في كل المؤتمرات اللي احنا بنروحها وفي كل الأبحاث اللي بتتم على مستوى العالم الجديد في مجال اسمه نحت القوام طب هو نحت القوام ده بيتعامل لمين طب هو عبارة عن إيه الإجراءات اللي بتتم طب هل هو بيناسب كل الناس فعليا ولا هو حاجة بتتعامل في ظروف وضوابط معينة كل ده النهاردة هنجاوب عليه سيستراتكم كلها وأي حاجة سواء ليه علاقة بنحت القوام أو أي حاجة بشكل عام في التجميل إن شاء الله إيه على مدار الحلقة أجاوبكوا عليها من خلال التليفونات والتصارات التليفونية نحت القوام بشكل عام لازم الناس تفهم بعض الحاجات الخاصة بيه علشان ما يبقاش فيه تخيل زاد أو إن هو يتخيل الموضوع مش حاجة مهمة أو في الآخر لو أي حاجة في مجال التجميل اتحطت في القلب بتاعها الصح هتوصل للنتيجة فعلا وهي فعلا عملت تفرة كبيرة جدا في العالم بس ما ينفعش مثلا مريض أو مريضة تبقى عندها أو عنده سمنة مفرطة يعني يبقى هو عنده سمنة عامة كبيرة جدا ويجي يقول عاوز يخضع لحاجة من الإجراءات بتاعت نحت القوام هنا ما ينفعش أصلا خلص الموضوع لسبب إن كلمة مهمة قوي تتبروز إن السمنة الموضعية هي اللي بتتعالج أو النحافة الموضعية هي اللي بتتعالج بنحت القوام يعني ما ينفعش حد وزنه كبير قوي ويخضع لإجراءات نحت القوام هنا هيبقى الضوابط غلط وهنا هتبقى النتائج مش للشخص المتخيلها وهنا ساعتها نقول إن نحت القوام ده حاجة غير مفيدة لكن هو فعليا لو تمت لأشخاص عندهم سمنة موضعية وحشرح الكنام ده تفصيليا يعني إيه أو عندهم نحافة موضعية أو اللي اتنين مع بعض النساءات بنلاقي أماكن فيها سمنة موضعية وأماكن فيها ممكن نحافة موضعية اللي اتنين مع بعض في نفس جسم الشخص بنلاقي إن الموضوع في الآخر حاجة هي اللي بتنطبق عليها موضوع نحت القوام هو اللي بيحل المشكلة السمنة الموضعية ممكن نلاقي ناس وزنهم وبيتفرجوا علينا دلوقتي تلاقي عندهم موضوع إن وزنهم مش كبير مثالي أو قريب بالمثالي لكن دايماً بيشتكوا الأماكن المعينة في جسمهم حجمها كبير وعلى فكرة ساعات كم ما بتبقاش بس في الجيس ساعات بتبقى في الوش كمان فييجي يقولك أنا بطلع الميزان بحس إن أنا كويس أو مش زادة قوي لكن فيه مناطق عندي ما بتستجيبش خلص للنظام الغذائي يعني أنا عادي أعمل الرياضة على قد ما أعمل وقلف الوزن على قد منزل وتفضل الحتة دي عندي عالية وتعباني جداً ناس كتير من اللي بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي حيبوا فهمين معنى كلامي إن إزاي إن هو يضطر يجيب مقاس معين في هدومه في أماكن مثلا معينة زيادة عن المقاس بتاع جسمه العادي عشان الهدوم ما بتدخلش في الحتة دي بالذات بنشوفها في أشكال كتير قوي يعني ممكن نلاقي مثلا رجل منطقة البطن عنده مثلا والحاجة مشهورة قوي في مجتمعاتنا موضوع الكرش وممكن لها برضو في سيدة ساعات في المناطق دي بالذات البطن بالذات إن هما كمان بيمروا مراحل اللي هي الحمل بقى المتكرر والولادات المتكررة اللي ممكن يبقى فيها حاجة ونضطر كمان إن هي تبقى أولادة قيصري فنلاقي برضو الموضوع كمان بيزيد شوية عن مجرد سمنة موضعية ونلاقي ضعف في عضلات البطن وتراحلات في الجلد هنا الكلام ده برضو بينطبق عليه الكامل اللي أنا بقوله بنلاقي سيدات كتير بنشوفهم في مجتمعاتنا برضو كتار إن نلاقي يقولك إيه إن أنا النص الأعلى من جسمي مختلف تماما عن النص الأسفل تقولك أنا مهما خسيت تفضل الأرداف عندي والأفخاد عريضة جدا بالنسبة لبقية جسمي بحيث إن إحنا نقول إن الجسم بشكل عام مش متنصق هنستقبل تليفون معنا أستاذ علاء ألو ألو سلام عليكم ألو وعدت حضك بس تسمعنا من تليفون صباح النور يا فنم يريد تسمعني من تليفون مش من تلفزيون عشان يقدر يتابع مع بعض تليفون يا فنم اتفضل حضرتك أنا معك حضك سمعيني طيب يريد يعود الاتصال بينا يريد الفكرة بالنسبة لنا معنا تليفون تاني أستاذ أماني ألو ألو سلام عليكم تفضلي يا أستاذ أنا سمعك تعالي هو اسمعينا من تليفون يا ريت مش تلفزيون ألو أستاذ أماني في مشكلة في التليفونات نفسه نسبة وتناشب زي ما هي لو في منطقة أكبر من بقية المناطق بتفضل دي برضو أكبر من بقية المناطق تلاقي عندها مثلا الشكل اللي احنا دايما مشهور وبنقوله دايما في حلقاتنا وهو موجود في العلم موضوع اللي هو الشكل الكومترة اللي هو زي بقى الجزء الأسفل من الجسم أعرض من الجزء الأعلى طب هو الوزن بتاعها ما عندهش مشكلة قوي بس تقولك أنا بتطر ألبس مقاسات معالة النص الأسفل بعيدة تماما على المقاس بتاع الجزء العلي من الجسم وكمان تطرنا تلبس طبيعة هدوم معينة عشان تداري الديفودة أو المشكلة اللي عندها دي وبنشوفها في الرجال بس بنسبة أقل شوية لكن هي الفكرة في عامة في إيه ربنا خلق لنا في جسمنا حاجة عاملة زي الخريطة كده الخريطة دي لها الجنات الجنات دي بتقول لنا إن الخلايا الدهنية توزعها عامل إزاي في الجسم فنلاقي إيه إن عدد الخلايا الدهنية في الجزء الأسفل من الجسم مثلا على الأمسين أنا أقولها دلوقتي تلاقي المشكلة إيه إن العدد نفسه في المنطقة اللي تحت عددها كبير أوي بالمقارنة بعدد الخلايا الدهنية في الجزء العلوي هنا على مستوى العلم كله طب ما هو عدد الخلايا الدهنية سابت في جسم الإنسان بعد سن البلوغ طيب لما تيجي هي تنزل في الوزن بشكل عادي بنظام غذائي حيقل الجسم كله نسبة وتناسب مع بعضه فحيظل اللي تحت اللي هو أصلا عدده أكبر حيظل برضو ستيل كبير أنت محتاج لتقنية ما تدخل للمنطقة دي بشكل خاص تعمل التفتيت للدهون والخلايا الدهنية العدده كبير والتركيز عليها بدون ما نتعرض للجزء اللي ما فيهوش المشكلة هنا ظهر التقنيات نحت الدهون أو نحت القوام وحنتكلم في طرق مختلفة للموضوع ده لكن ساعات عارفين بنلاقي أن المشكلة مش مجرد أن فيه منطقة فيها سمنة كلية قوي أو بمعنى صح سمنة موضعية في منطقة معينة هي بس المشكلة ساعات نلاقي أن فيه مناطق تانية فيها نحافة موضعية يعني نلاقي مثلا إيه منطقة الأرداف زي ما احنا قلنا والمنطقة الخلفية فيها دهون كتير لكن تخيلوا ساعات نلاقي برضو السيقان نفسها رفيعة طب هنا بنلاقي المشكلة أن إحنا طب لو إحنا عملنا نحت للدهون للمنطقة بتاعت الأرداف وقربناها بتناسق مع الجزء العلوي هنلاقي أن تحت الساقين بقى فيهم مشكلة وتعبير مشهور قوي عند ستات دايما يقولوا البعض يقول لك أنها عندها عرقوب أن إزاي الرجل من تحت رفيعة قوي هنا برضو التقنيات ظهرت أكتر وإزاي أنها توفر موضوع أن إحنا الدهون نفسها اللي هناخدها من المناطق بتاعت الأرداف اللي فيها الدهون كتير إزاي أنا خلخ للدهون من مكانها مش عامل لها تفتيت أو تسيح أن أنا عاوز أستخدمها تاني بأن لو دمرت الخلال الدهنية من المنطقة دي خلاص كده هي بقت غير صالحة الاستخدامة يبقى ساعتها هنتخلص من الدهون دي خلاص لك أنا عاوز بقى أخد الدهون الزيادة اللي كانت في الأرداف أصغها بشكل معين ونركزها ونعيد تاني حقناها بقى ونزود المناطق اللي فيها نحافة زي السقان زي ما احنا قلنا مسلا حاجات كتير قوي بنشوف وساعت بنشوف نحافة في الوجه ونلاقي عظم الوش نفسه ظاهر جدا بشكل قوي لدرجة أن الناس بيلاقي يقولوا إيه أن انت وشك أو وشك مش لايق على طبيعة الجسم وشك العظم بارز قوي أو شكلك مجهد قوي أو شكلك مجهدة قوي وده نتيجة أن الدهون فعلا حجمها في الوش مش كتيرة ولدرجة أن ممكن نلاقي ناس كمان ساعات برضو حيفاموني الناس اللي بتشوفنا اللي عندهم المشكلة دي لما يجي يعمل نظام غذائي يلاقي أن أول حاجة تتأثر وشه فتلاقي فيه ناس كتير يقولك لا أنا مش عاوزة أعمل نظام غذائي علشان أول حاجة بتتأثر وشي والناس كلها بتقولي أن انت شكلك تعبان وهي دي النقطة المهمة قوي أن تخيلوا أن فيه ناس بتحجم على أن هي تعمل نظام غذائي ورياضة نتيجة أن هم خايفين على وشهم عشان ما يتأثرش وده فعلا فيه طبيعة ناس منهم بيبقوا عاملين كده من هنا إحنا بنقول أن إحنا لما نعيد تاني توزيع الخلايا الدهنية من منطقة لمنطقة ولو حتة فيها زيادة هناخد منها وندي الحتة القليلة وهي دي تعبير السمنة الموضعية والنحافة الموضعية إزا يصير منظومة الخلايا الدهنية اللي موجودة في جسم الإنسان ورتبها ووزعها بشكل متناغم ومتناسق عشان نقدر نقول هو ده نحت القوام هو ده موضوع حلقتنا هو دي قصة كلها اللي احنا عاوزين نتكلم عليها وعشان كده أنا قلت إيه لو حد عنده سمنة كلية كبيرة أوي ما ينسبوش اللي احنا بنقول عليه ده مشكلته مش هتبقى خالص في توزيع الخلايا الدهنية اللي أنا عادي أتكلم عليها من بدري أده مشكلة أصلا أن أحجام الخلايا الدهنية بقت كبيرة أوي وممتلئة بدهون كتير أوي محتاجة بالآخر وبشكل مبسط إنها تفش يعني إيه محتاج نظام غذائي يخلي معدل الحرق بتاعه وطبعا يتكلم فيه دكاترة معنا هنا في البرنامج في مجال التغذية العلاجية أكتر مني في حيطة إنه هو إزاي عدلي معدل الحرق بتاع الشخص ده سواء لأسباب عضوية أو لنظم غذائية أو أو حاجات كتير ممكن يكون بيعاني منها لكن في النهاية هي دي قصة إنه هو إحنا سمنا موضعية ونحافة موضعية عاوزين نعمل نحت للجسم بنلاقي برضو ساعات سيدات كتير عندهم مشاكل في نحافة موضعية في أماكن معينة خلينا أقولها لكم بس بعد ما استقبل تليفوننا أستاذ الرضا ألو ألو ياريد برضو تحاول تتكلمنا داني معلش عندنا مشكلة في تليفونات القصة بقى إن إحنا لما يحصل النقطة اللي إحنا بنقول عليها إن سيدات معينين تلاقي عندهم نحافة موضعية في أماكن بتهمهم جدا وبتدي شكل بالنسبة لهم منثوي منطقة استادي نفسها وساعات بتبقى منطقة مؤخرة بنسبة معينة اللي بتكون فيه سيدات كتير يا جماعة محدش يعني يستغرب من الكلام اللي بقوله الكلام اللي بقوله ده كلام علمي وناس كتير قوي بتعاني منه وبيكون عندهم مشكلة نفسية كتير قوي من القصة دي حتى المنطقة الخلفية اللي ممكن عند الناس يقولك يعني هي المضعوصل للدرجة دي يعني المنطقة الخلفية دي ايه يعني بالنسبة لأي شخص معلش اللي بيعاني منها حيفهم معنى كامل كويس قوي يعني السيدات كتير بنشوفهم لدرجة إن المنطقة الخلفية عندهم بنلاقي جلد يدوبك على العضلة بالزبط يعني خط الظهر ماشي سوى واحد مع المنطقة الخلفية مع الرجلين قد إيه المشكلة دي بتسبب لها مشاكل كبيرة بنشوفهم كتير وهما بيشتكوا من حاجة حتى في العلاقة الزوجية ومع زوجها ومع إحساسها بثقتها في نفسها حتى في هدومها وهي إحساسها النهية فيه حاجة غريبة عندها وزاي ما بنشوف المنطقة الخلفية عندهم كده زي ما بنشوف ساعات الثدي عندهم كده وزاي إن هما بيكون كتير من السيدات بيبقى عندهم منطقة الثدي فيها دمور كامل يشبه منطقة المنطقة دي عند الرجال وزاي إن احنا النقطة دي مهمة قوي بقى وياريت الناس تركز معي قوي فيها هو حلها لو إحنا حناخد دهون من مناطق في الجسم فيها الدهون زيادة واستغلها وحقنا في الثدي عشان يديله حجم لازم الكلام دا يدم ضمن ضوابط مهمة قوي ما ينفعش نحقن الثدي بكميات دهون كبيرة قوي إن دا مش حاجة صح إن الخلايا الدهنية في الآخر دي خلايا عيشة لازم نحافظ عليها ونحقنها بكميات معتدلة جدا في الثدي في أماكن تانية عادي خلينا نستغل التليفون معنا أستاذة نجلاء ألو ألو سلام عليكم آه سلام عليكم أنا عندي 16 سنة وآه أنا عندي 16 سنة وعندي مرضية البطن بتاعت رفيعة بس عندي جزء السفلوية البطن والأرضات بخينة جدا آه إيه الرفيعة يا نجلاء آه إيه اللي عندي الجزء الرفيعة في جسمك بتقول إيه البطن بتاعت رفيعة بس الأرضات بتاعت الأرضات هي اللي عريضة آه صح كده عمرك كم سنة يا نجلاء بقى بتقولي 16 16 سنة طعاين تابعيني بقى يا نجلاء عشان ده حلقيتنا النهار ده يا مام تابعيني كل حاجة قصة بالنسبة لنا طبعا النجلاء 16 سنة ممكن يعني نستنى عليها كده كمان سنتين ونبتدي نفكر في التعاملات اللي احنا بنتكلم عليها لكن هي الفكرة في إيه زي ما أنا قلتلكم كده بالزبط احنا بنلاقي هي شوفي يعني نجلاء عمرك 10 سنة والغالب عندها هتلاقي ناس في عائلتها نفس الشكل ده توزيع خلايا دهونية في الجسم بشكل هو متمركز في المنطقة اللي موجودة في الأرداف بالزيادة على حساب مناطق تانية احنا عاوزين نعمل التوازن ده ونحققه من خلال الإجراءات اللي احنا بنتكلم عليها فبالتالي نحط القوام يا نجلاء مصار حلقتنا النهار ده هو دي الحلول الفعلية في العلم لحالتك في حلول بنسمع عنها كتير بيكون عن طريق أجهزة خارجية بتبقى التأثير بتاعها طفيف جدا مقارنة باللي احنا عاديين بنتكلم عليه ده اللي احنا عاديين بنتكلم عليه تقنيات هنستخلص دهون من أماكن هنسحبها برا فبالتالي المنطقة دي هتتحسن on spot في ساعاتها حيوفي تحسن طبعا التحسن ده هيزيد ويزيد كمان مع الوقت نتيجة الجلد هيشد ونتيجة إن المنطقة دي نفسها بعد سحب الدهون بتورم شوية هيزيد كل الكلام ده يروح والدهون اللي احنا اخدناها برا هنعيد تاني حقناها في المناطق اللي هي محتاجاها اللي هي رفيعة أو فيها نحافة موضعية وبرضه هتكلم ليسا في تفصيلتها بس بعد ما تكمل الكلامي كان قبل التليفون في جزئية الثدي بقى من الآخر كده السيدات اللي عندهم دمور في المنطقة دي في العلم كده عندكو حل من اتنين مفيش حاجة غيرهم عشان بنسمع عن أجهزة وكريمات ومش عارف ايه من برا كل الكلام ده ما فيهوش اي طائل وما فيهوش اي نتايج وتتعبوش نفسكو في حاجات هتبزلوا فيها مجهود ووقت وتكاليف وحاجات كتير قوي على الفاضي ده غير طبعا الحالة النفسية خلال الفترة دي كلها لكن حلولكو حاجة من اتنين يحيتحقن مواد معينة في الثدي يحيتحط السلكون ملهاش حاجة تالتة المواد دي ممكن تبقى مواد معينة عبارة عن فيلر مادة ملئة ولازم تبقى مادة مؤقتة عشان ما ينفعش تحط مادة دائمة في الثدي بشكل حقن ممكن السلكون عشان هو مش حقن عشان هو عملية وبيحط سلكون كله على بعضه جوه فمتحافظ عليه ومتغلف بأغشية وجدار معين بيحافظ عليه جوه ما يأثرش خالص على الثدي لكن حقن مواد دائمة دايركتو بشكل مباشر جوه الثدي هو ده بتقصيد في الغلط فما نعملهوش يقام فيلر مؤقت دا حيبقى لحد ما تكاليفه عالية وما بيقعدش كتير بياخد له مثلا سنة سنتين فأحسن تقدير يقام ما يتحقن دهون من أماكن عندك فيها دهون زيادة فأي تاني حقنها وطبعا دا بيتم لناس معينين بشكل معين ان ما تصلحش لكل الناس وزي ما أنا قلت ان كميات الدهون اللي تم حقنها لازم تبقى معتدلة علشان الثدي في الآخر يقدر يحصل حاجة اسمها تيك ان الخلايا دي تقدر تنسجم مع الثدي وتقدر انها في الآخر تتغذى على دورة دموية صالحة عشان في الآخر تعيش الخلايا الدهونية دي بشكل سليم معانا تليفون أستاذة شايماء سلام عليكم وعليكم السلام ازاي حالك تفضلي ايه دكتور انا والدة مراتين كايصاري ايوا بس عندي منطقة البطن دكتور مولدت كايصاري شده شوية شد الجلد ايوا بس برضو انا لسه والدة من 3 شهور وبرضو منطقة بطني كبيرة جدا وبعمل اللفة التنحيفي بالليلة بالمنام بالنيلون اه بيخص شوية بس بعد لو وطلت يومين بيتضيب اكتر بص يا شايماء بقى انت بتتكلمي على كلام يعني انا مبسوط جدا من سؤالك ده انت عمرك كم سنة يا شايماء 27 طيب شايماء انت ولدت مرة واحدة ولا اكتر لأ انا ولدت مرة طبيعي ومرتين كايصاري طيب جميل جدا ممكن بقى تتابعيني عشان هقول الكلام مهم قوي هينفعل جدا هو ده خلاصة الكلام في الكلام اللي بتقوله شايماء ده يا جماعة سيناريو بنسمعه كل يوم كتير جدا موضوع بقى اللف التنحيفي واللف الشمعي والكلام كله من الاخر يا جماعة الكلام ده ملوش فايدة انت حضرتك بتشتغلي على كمية المية اللي في الجسم مفيش حاجة اسمها ان احنا حنقض نلف الجسم من بره كده وده حيفتت لنا الخلايا الدهنية الزيادة وحيحللها مشكلة المشاكل اللي هي المنطقة الكبيرة عندي للأسف الكلام ده بيتاجر على الناس دي والكلام ده مش طبي خالص مش موجود في العلم احنا ما بندرسوش أصلا فتخيلوا بقى ان ده بيروج للناس وكلام غلط خالص في الاخر يا جماعة خليكي تبقي فاهم حاجة دكتور النيسة مشكورا وهو بيعملك العملية فكر ان هو يعملك جزء معين من الحتة المترحلة أسفل البطن وده اللي انا متخيله أكيد وده الشائع الفكرة اللي بيحصل على أساس ان هو يحسلك البطن بعض الشيء في المكان بالذات اللي تحت السرة الجزء ده مش هو قصتنا بس قصتنا عشان احنا نصلح البطن بشكل عام طبعا انا بتكلم يا شاميك بشكل نظري دلوقتي انا مش بتكيش لكن الغالب بيبقى كده السيدات بعد الحمل المتكرر ونتيجة زيادة في الوزن ونتيجة ضعف في العضلات بيعانوا من حاجات كتير قوي مع بعض أولها الجلد المتراحل اللي هو دكتور النيسة حللك جزء منه وهو التراحل شوية أسفل البطن واللي خلاكي مش حاسة ان بطنك تمام قوي عشان هو حل جزء مش كل الموضوع بس هو في الآخر أنا من أنصار ان احنا ما يتمش إجراء بتاع اصلاح البطن بشكل عام أو تخصصها أو شدها أو كل الكلام ده مع الولادة القيصري بنحب دايما أن احنا ننتظر ستة شهر لأسباب كتير قوي برضو أهمها رقم واحد يكون استردت عفيتها جدا من المرحلة بتاعة الحمل والولادة ودنيا بالنسبة لها زبطت كتير الجسم يكون مهرم بشكل كبير الرحم لسه حجمه كبير ويحصل الانفولوشن بعد كده ويصغر في الحجم أسباب كتير قوي بتخلينا نقول لا خلينا بعد ستة شهر عشان نعمل الحل النهائي بعد ما تكون هي وصلت للشكل النهائي أن انت طبيعي بطنك بعد ما هتولدي خلال ستة شهر هتتدي تخص تدريجين والجلد هتشد بدرجة معينة والتورمات اللي موجودة هتقل بدرجة معينة وانت وزنك هيقل بدرجة معينة نتيجة أن انت كنت زيدة أثناء الحمل كل ده هيقعد ينزل 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 معنا فبديهي لما أنا أدخل أدخل مع مرحلة شبه نهائية أنت وصلت لها لكن أخش أعمل الكلام ده أثناء الولادة القيصري ده ما بيبقاش صح قد ما هو في العلم مكتوب عشان ما قدرش أقول أنه هو 100% غلط لا هو فيه كده وفيه كده بس أنا من أنصار مدرسة أكتر الانتظار ستة شهر أكتر بعد الولادة عشان نوصل لنتائج أحسن كتير وده المثبت فعلا أن النتائج بعد ستة شهر تبقى أحسن كتير فبالتالي يا شايماء أنت لازم حلك أن إحنا بشكل عام يتقيم الموضوع وما فيش حاجة دلوقتي تلسى ثلاثة شهر ما ينفعش تدخل دلوقتي أي تدخل على مستوى المنطقة دي لازم يتم بعد ستة شهر من الولادة وعشان كده أنت تم ليكي تصليح جزء للموضوع لكن أنت محتاجة تكملة بقى للكلام ده ويا سلام بقى لو أنت خلال الفترة دي بتحاول تمشي على النظم غذائية معينة عشان تخصي أكتر نسبة إقدارة تخصيها عشان يوم ما تفكرت أخضاعي لأي حاجة لنصلحي بيها البطن تكون وصلتي لوزن ملائم لكده وساعدتي عشان النتيجة تبقى أعلى وأعلى كمان نرجع بقى لمرجوعنا موضوع بقى حتة إن إحنا حيتم إزاي الموضوع ده إزاي حيتعمل نحت للدهون إزاي حيتاخد الدهون دي إزاي حيتحقن اللي إحنا بنقوله ده في حالات كتير قوي ممكن يتملهم الموضوع عن طريق المخدر الموضعي إن إحنا إزاي نعمل بنخش عن طريق حاجة عاملة زي الأنبوبة كده بتخش من مكان نصف سنتي يخش علشان يقدر يعمل خلخلة للخلاية الدهنية من مكانها ونعمل لها سحب بتطلع الحاجات دي كلها على وعاء معين بيساعد على تركيز الدهون بشكل معين وساعات بنستخدم أجهزة تانية معاها اسمها جهزة طرد مركزي علشان نساعد بقى على تركيز الدهون دي أكتر الزيادة كمان في الموضوع إن الدهون بيكون معاها حاجة اسمها الخلاية الجزعية مصطلح كتير قوي بنسمع عنه هو ده الواقع في كلامنا أكتر من اللي إحنا يعني هقوله ده مش موجود دلوقتي لسه في العلم أو بمعنى أصح لسه في طور الأبحاث بنركز الخلاية الدهنية مشبعة بالخلاية الجزعية بتاعتها وبيعيد تاني حقناها في أماكن اللي فيها نحافة زي ما أنا قلت سواء بقى إيه في منطقة الوش ساعات بنلاقيها في السقين ساعات بنلاقيها في المؤخرة ساعات بنلاقيها بكميات بسيطة تتحط في السادي المهم إن إحنا نعالج النحافة الموضعية اللي موجودة في الأماكن دي لسه هتكلم بقى على التقنيات بالزبط عاملة زي ومعانا مواد توضيحية وفيديوهات وصور بس خليكم معانا هنطلع لفاصل ونرجع نشرح الموضوع ده بتفاصيل أكتر خليكم معانا رجع للكو تاني أعزائي المشاهدين وحلقتنا النهاردة وكنا نتكلم على موضوع مهم جدا وبيهم الناس كتير قوي موضوع نحت القوام موضوع إزاي إن إحنا نستغل الدهون اللي موجودة في جسمنا اللي بتكون ساعات زيادة في أماكن وليلة في أماكن تانية إزاي إن أنا أخذ من الدهون الزيادة اللي في الأماكن دي وعيد تاني سياغتها وتوزيعها ونحتها عشان تبقى متنسقة مع أماكن فيها دمور أو نحافة زيادة في الفكرة العامة عشان فيه شوية تعبيرات احنا بنسمع عنها كتير قوي دلوقتي في العلم وممكن بيرواج لها كتير كنا أول حاجة بنسمع زمان على شفط الدهون وشفط الدهون ده حاجة جميلة جدا ومزلنا بنعملها كتير جدا دلوقتي ظهرت بعض التقنيات اللي بتساعد بقى الموضوع شوية يعني شفط الدهون كان تقنية عبارة عن إحنا بنحقن محلول ملحي للمنطقة اللي فيها دهون كتير أو سمنة موضعية بشكل كبير وكنا بنحقن المواد دي نفسها المحلول الملحي مع بعض المواد اللي بتساعد على تفتيت الدهون وفي نفس الوقت تتحافظ على المنطقة دي بدون ما يحصل فيها نز أو بقدر الإمكان تدت تظهر شوية حاجات تاني بتساعدنا إن إحنا نخلخ المخلات الدهونية دي مما كان بدون ما تتأثر خالص وظهرت بعد كده تقنيات عن طريق عارفين كنا بنسمع زمان شفتوا طريقة اللي هي حصلت قام حرب 6 أكتوبر لما صور خط برليف كان فيه اندفاع المية اللي هو كان خطة عبقرية قوي إزاي إن هم يعملوا ساتر ترابي كبير قوي يتفتت بطريقة بسيطة قوي عن طريق اندفاع المية بشكل معين ظهرت تقنيات شبه كده شوية إنه يبقى فيه اندفاع للفليوتز الموجودة أو السوائل بحيث إنها تخلخل الخلات الدهونية من مكانها فبالتالي قدرنا نستخلصها برة وركزها وعيد تاني تدورها وحقناها زي ما أنا قلت ظهرت بعد كده تقنيات تانية بتكون عبارة عن وبنسمع دايما عن موضوع شعاع الليزر أو الليزر والليزر ده عبارة عن ضوء ضوء بيؤدي إلى حرارة في الآخر فهو استغلينا شواء الليزر ده مع حاجة عاملة زي الأنبوبة عشان تساعد على تسيح الدهون عشان زي ما أنا قلت إنه هو ضوء بيؤدي إلى حرارة فالحرارة دي هتساعد على تسيح الطبقة الدهنية شوية فبالتالي أول حاجة كانت نيسي ساعتها في الليزر إنه عمل تسيح للدهون بس التقنيات دي ساعتها أنا مش هينفع أخذ الدهون دي بعد كده تاني بقى أحطها في حتة تانية إن هنا أنا خلاص الدهون دي هتخلص منها خلص هتبقى سايحة تماما فمنهاش دور تاني بعد كده ممكن تستخدمها إنها تفتت تماما كان في ميزة تانية كمان للليزر إنه هو نتيجة الحرارة اللي بتتولد من شواء الليزر ده بيساعد الجلد ساعتها إنه هو يشد عشان أقرب لكم الفكرة شوية شفتوا البيضة النية لما بتكون نية بيكون جوه بتبقى سائل لما بتتعرض للحرارة إيه اللي بيحصل لها بيحصل لها حاجة اسمها coagulation إنها تبتدي تبقى صلبة تحول من حالة سائلة لحالة صلبة من هنا الحرارة بيبقى لها دور مهم جدا في كذا حاجة هتساعد حاجات معينة إنها تشد نتيجة إن البروتينز اللي موجودة برضو هيتاخد وضع مختلف دي حاجة الحاجة التانية بتعمل على تحفيز واستثارة للكولوجين الكولوجين اللي هو الأنسجة المطاطية اللي موجودة في جلدنا فبالتالي لما تتحفز دي برضو نتيجة الحرارة بتاعة الليزر هتساعد الجلد كمان إن يشد طب أنا عاوز الجلد يشد ليه؟ طبيعي كنا عايز يشد عشان أنا فيه دهون هقللها من مكان ومنطقة دي كانت منتفخة بالدهون والجلد نفسه في إيه؟ متمدد كده نتيجة الدهون طب أنا قللت الدهون اللي جواه إيه لا يحصله؟ حيريح فبالتالي لما استخدم تقنية تفتت للدهون وكمان تشجعلي الجلد ده وتحفزه إن يشد بشكل أحسن يبقى أنا كده بتكلم على تقنية الليزر مرت سنين بقى بعديها وزي ما بيحصل دايما في العلم كلما تظهر تقنية أحدث كلما تقنية اللي قابليها نبتدي نكتشف إن فيها بعض الحاجات اللي ممكن نحسنها كمان زيادة كنا لقينا إن إحنا أيام استخدام الليزر وما زلنا برضو بيستخدم بس محتاج حرفية كبيرة قوي من الدكتور لسبب إن الحرارة اللي بتولد من الليزر وارد إن هي لو بتستخدم بإيد حد مش خبير قوي تؤدي إلى حرارة حتؤدي إن الجلد نفسه يحصل فيه بعض الحروق لو كان الكلام ده استخدامه مش صحيح ومش خاضع لدواب الطبية صح واللي بيمارس الإجراء ده نفسه مش متمرس فيه قوي فابتدت تظهر تقنيات أعلى شوية تقنية اسمها دلوقتي ومشهورة قوي اسمها الفيزر والفيزر ده تقنية بنفس المبدأ اللي احنا بنتكلم عليه عن طريق أمبوبة وحتدخل وتعمل تفتيت للدون وسحبها بس ضفنا لها حتة بقى حاجة اسمها الألترسونيك ويفز أو الأشعة الموجات فوق الصوتية أو موجات فوق الصوتية الفكرة في إن الموجات فوق الصوتية أكثر أماناً بكتير من شعر الليزر في الاستخدام فبالتالي أول حاجة برضو زي ما احنا قلنا قبل كده هي بتعمل على تفتيت الدهون بس فيها ميزة بقى إنها بتعمل حاجة سماس سيلكشن يعني هي بتختار وهي بتعمل التفتيت نتيجة القوة بتاعته بيتختار الدهون فقط فبيتحافظ على النسيج الداخلي اللي تحت الجلد زي ما هو فبنعمل بس تفتيت للدهون وبنحافظ على التكبير يعني أو الشكل التشريحي اللي موجود للطبقات اللي تحت الجلد زي ما هي فده بيساعد الجلد على إنه هو يشد بكفاءة أحسن بالإضافة إنه هو كمان إنه بيولد الموجات الصوتية درجة معينة من الحرارة اللي بتساعد برضو الجلد إنه يشد نتيجة تحفيز الكولوجين اللي أنا قلت عليه من قبل كده وهي الأنسجة المطاطية المرينة اللي بتساعد الجلد إنه يبقى عنده المرونة ويشد بعد ما بنتخلص من الدهون الزيادة إيه كمان؟ بنلاقي إن التقنيات الحديثة دي وفرت بعض الحاجات التانية الشفط القديم قوي كنا بنلاقي معا إن الجسم بيفقد بعض السوائل وبعض الدم معايا أثناء تفتيته شفط الدهون عشان كده كنا بنقول في معايير طبية مهمة جدا ماينفعش المريض وهو بيسأل على موضوع شفط الدهون يقولك أنت هتشفط لي كام لتر يا دكتور معينا ده بقى أشهر سؤال بيتسائل بعد التكاليف كمية الدهون قد إيه ودي حاجة مش حلوة أبدا إن إحنا نسأل فيها يا جماعة عشان دايماً أقول للمريض حاجة اسألني أحسن حتسيب قد إيه من حتشيل قد إيه ليه؟ شيل قد إيه دي حاجة ممكن نشيل على قد ما نشيل بس هو في الآخر دي حاجة مش صحية إن إحنا نعدي حدود معينة في كمية الدهون عشان يبقى الموضوع صحي وآمن الحاجة التانية هو موضوع نحط الفكرة مش هشيل حاجة كتير قوي وتبقى في الآخر مش متنغمة مع بقية الجسم بالعكس إحنا عاوزين نلحط المنطقة دي وتبقى متجنسة قوي مع بقية المناطق فهي في الآخر حاجة فنية قوي بجانب إنها حاجة طبية فلازم المريض يبقى عنده الوعي الكافي إن إحنا مش الفكرة إن إحنا نتخلص من دون عقدة ونتخلص عشان أقولتها قبل كده هي نحط القوام مش الفكرة منه إن أنا خس قد إيه عشان دي مش القصة القصة إن أنا أزبط جسمي قد إيه أخس قد إيه روح خس بقى بدايت ونظام غزائي ولعب رياضة وكل الكلام ده جميل جدا لكن بيظل الناس اللي بتعاني من سمنة موضوعية في أماكن معينة بيفضلوا يعانوا منها برضو يقولك أنا مهما بلعب رياضة زي ما قلت في بداية الحلقة مهما بلعب رياضة مهما بخس عادي برضو المناطق اللي عندي اللي موجودة عالية بتفضل عالية هنا النحط اللي أنا بتكلم عليه يبقى بقى مش الفكرة هخس قد إيه عالميزام إن معلومة عشان الناس تتخيلها شوية الدهون عاملة زي السفينج حجما كبيرة قوي تحطها على الميزام ما توزنش كتير مع إنها قد إيه عاملة شكل وحش ومدايقة جدا لكن في الآخر هي وزنها مش كبير قوي فقصتك مش قصة وزن يا جماعة نهايلايت الحتة دي قوي ونبروزها جدا عمليات أو إجراءات نحت الجسم أو نحت القوام أو شفط الدهون أو تفتيت الدهون أو استخدام الفيزر أو استخدام الليزر كلها تعبيرات قريبة من بعض وأوجه العملة شبه واحدة وهي إجراءات عشان نزبط الجسم نخلي شكله متجانس أكتر أحسن لكن هي مش لإنقاص الوزن قوي آه حينزل بس حاجة بسيطة ولما نلاقي واحد جاي وزنه مثلا 90 كيلو مثلا ووزنه الطبيعي المفروض يبقى 75 كيلو مثلا يعني هو زيادة 15 كيلو لما نيجي نحمله وعنده مشاكل في أماكن معينة وعملنا له نحت الجسم فيها ما يتخيلش أنه هو حينزل أكتر من 5-6-7 كيلو طب أنت وزنك كان أصلا زيادة 15 كيلو يبقى هو مش ده حلك هو حلك لجسمك اللي هو عشان يزبط زيادة اللي هو الناس اللي سواء قلت وزنهم مثالي أو زيادة شوية عندهم مشاكل في أماكن معينة بننحطها ونخلي الجسم في الحل ده مهم جدا وفيه ناس برضه كمان سيناريو بشوفه كتير قوي أني يقولك أنا علشان أزبط بطني دي قوي أنا لازم أزل جامد جدا لدرجة أن أنا ببقى متدايق من وزني بس بطني ما بتقلش قوي اللي لازم يعني أنا مفروض وزني ينزل لسبعين فلازم أنا أنزل لستين عشان بطني دي تنزل بشكل كويس ده سيناريو محبب قوي لنحط الدهون انزل لسبعين وتعالى نزبط إجراءات دي كل الدكاترة في مصر كتير قوي تجميل يقدروا يزبطو لك منطقة البطن ساعتها على وزنك المسالي معنا تليفون أستاذة يارا حالو سلام عليكم مساء الخير يا دكتور مساء نوريا فندم كنت عايزة أسأل هل في علاج نهائي لعلاج المسام الواسعة حلو جميل أنا هرد عليك حالا دلوقتي يا يارا بص يا جماعة هو طبيعة جلد الإنسان إحنا لنا ست درجات يعني من الشخص اللي هو أبيض قوي قوي زي الناس اللي هم بتوع السويد والنولويج اللي هم البيض قوي لغاية منونا تتجرج في الصوار أصمر في أصمر لغاية ما نوصل بقى إيه للدرجة التانية والتالتة والربعة إحنا ماشيين بقى المصريين في الحتة دي شوية ونغمق الزيادة بقى وننزل لأفريقيا وتاع لغاية ما يوصل للنجروز رقم 6 الدرجات دي كلها بتختلف طبيعة الجلد طبعا فيه تقنيات بيبقى بتحسن الموضوع لكن ما تخليش الجلد يبقى من نوع لنوع إن فيه أنواع معينة منهم تلاقي المسام فيها أوسع من أنواع تانية فبالتالي انت مش بتعمل ترانسفورميشن أو مش بتحول من لون لنون انت بتحسن طبيعة الجلد طبعا الليزر والتأشير والتأشير ده بقى بحر كبير قوي دلوقتي في العلم إزاي إن احنا نستخدم أنواع معينة وإن شاء الله لو لينا عمر السبت اللي بعد القادم كنت ناوي إن أنا أعمل موضوع خاص بموضوع التأشير عشان الناس بتسمع كتير قوي على تأشير البشرة وإزاي إن هو ممكن يبقى حل لحاجات كتير فعاليا العلم دلوقتي وصل لحاجات كتير واستخدام لحاجات طبيعية كتير إزاي إنها هتوصل البشرة في الآخر إنك تلاقي بشرة في الآخر بتلمع نظرة المسام اللي كانت لسا بتتكلم عليها يارا بتتحسن ألوان غمأة بتفتح ألوان غير متجنسة في البشرة بشكل عالي عام بتقرب من بعضيها أماكن دخلة وطلعة شوية نتيجة إن مثلا أصار حبوب شباب مثلا شوية فبنلاقي الموضوع ده بيتحسن قصة كبيرة جدا موضوع التأشير ده خلينا يبقى نتكلم عليها إن شاء الله لدينا عمر السبت اللي بعد القادم نرجع بقى لمرجوعنا بقى في خصوصة إن إحنا دلوقتي لما بنعمل النحط اللي إحنا بنعمله ده إحنا بنعمله عشان زي ما قلنا بنحلن السمنة الموضوعية والسمنة الموضوعية والنحفة الموضوعية لكن في الآخر لازم نبقى فاهمين هو برضو مش سحر هو إجراء تبي حنوصل لنتائج ممتازة إن شاء الله بس محتاج بقى شوية وقت ليه بقى؟ دايما بنقولها وتعبير علمي والله مش بقوله كده إن هو الجسم لما بيفقد جزء منه يعني قده هني دي كان جزء في مكان معين سحبناه عامل أكنه الجسم بعيط عليه وده فعلا أكنه بيحصل بتلاقي المنطقة نفسها اللي بيحصل فيها تفتيت الدون بتورم شوية ونتيجة تورم المنطقة دي بتاخد شكل أكبر من الحجم اللي إحنا عايزينه ما هيورمت شوية فالمريض يتخيل بعد يعني نهاية دي النتيجة النهائية آه بيكون أقل من اللي هو كان داخل به لكن انت لسه هتتحسن كمان المنطقة دي حصل لها زي يقول موسكينج النتيجة بتاعتها تدارت شوية نتيجة إنه بقى فيها سويل أو تورمات موجودة دايما نقولها عاملة زي اللي بيتخبط في مكان في جسمه تتخبط إيه اللي بيحصل؟ المنطقة دي بتورم شوية وسعاد تحمره وسعاد تزرق شوية المنطقة تعمل فيها تفتيت للدهون تحت الجلد وقد إيه ما هو إجراء خدم الشخص ده جدا إنه ما كانش لي حل تاني في العلم إلا اللي أنا بقوله ده ده فعلا وأنا مسؤول عن كلمي فبالتالي هو ده الإجراء الوحيد اللي حيامل حركة زي دي بالفعلية اللي أنا بتكلم عليها فبالتالي المنطقة دي بتورم شوية خليني أقول لكم شوية الحاجات اللي هتحصل بعد التفتيت وأستابل تليفوني أستاذة سمية ألو أيها السلام عليكم عليكم السلامة تركاتي اتفضلي لو سمحتة عايزة كلمة الدكتور اتفضلي يا فنم أنا معاك والله أنا سمعك وتفضلي اسمعيني من تليفوني لو سمحتة أنا بنتي عندها سنها اتناشر ولا كلمة اتناشر سنة أيها وجسمها كل مفتح يا دكتور لا الكلمة دي مش عامها يعني مفتح لا اسمعيني من تليفوني يا اسمعين يعني فيه علامات بيضة كده آه تمام تشققات في الجلد حاضر هرد عليك حالا الكلام ده بقى له قدية يا سمية ولا قفلت قفلت طيب الفكر معايا يا سمية من حوالي سنتين كده دكتور آه بقى له سنتين طب هو كان اللون بتاعه مختلف عن اللون بتاع دلوقتي لا هو فاتح وجسم لا هو هو حضراتك لا ساعاتني يبتدي اللون ده يا سمية يبقى لونه محمر شوية أو غمق بني شوية يبتدي يفتح لغاية ما يوصل للون الأبيض اللي بتتكلمي عليه لا هو فاتح حضراتك هو من ساعة ما ظهر وهو فاتح أو طيب هي كانت عندها سمنة مسلا وخصت شوية لحاجة لا والله يا دكتور بتاخد أي علاجات بشكل منتظم لا 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 مفيش أي حاجة من جيد طيب حاضر هرد عليك حالة شكرا يا دكتور بتحت أمر جميل سمية بنتها طبعا عندها حاجة اسمها ودي من حاجات مشهورة جدا اللي هي تشققات الجلد وعندها كمان النوع اللي اسمه ألبا اللي هو جاي من اللون الأبيض واللون الأبيض هو يعني للأسف الشديد من الحاجات اللي شوية في العلاج بتاعها بيبقى محتاج مجهود وقت وبتتحسن مش بيروح خالص كمان لكن هو في النهاية هو نتيجة ان الكولوجين نفسه اللي أنا بتكلم عليه الانسجة المارينة اللي موجودة في الجلد حصل لها حلك بعض الشيء ودي طبيعة ممكن تبقى جينية في جسمها في ناس عندهم أكتر من ناس المشكلة دي بتظهر فبالتالي لازم يتم لها طرق علاجية معنا تعمل على تحفيز الكولوجين تاني عشان تخلي التشققات دي تلم بعض الشيء وتخليها تتحسن إن شاء الله نرجع بقى للمرجوعنا هي فكرة ان احنا لما قلنا ان يعني موضوع السمنة بقى الموضوعية ونحط القوام هو علاج وقلنا ان الوزن هيتحسن بعض الشيء لكن ده مش هو الهدف وقلنا إن المنطقة دي نفسها هتبقى أحسن على مستوى الشكل بس هتاخد لها شوية وقت الوقت اللي هتاخده ده في الأول حيب فيه تحسن بدرجة معينة هنقول بعد الإجراء ده حوالي 50% من الموضوع بقى أحسن لكن في بعض الحاجات اللي لسه هتاخد لها تحسن تدريجي هتبتدي بنقطة إن المنطقة دي نفسها شوية ورمة فهتبتدي التورم ده يفش تدريجي اتنين الجلدة هيتحسن الحتة دي بالزبط بعد ما استقبل تليفون شوز أحمد ألو ألو أيوا يا فاند متفضل أنا سمعت ألو سمعت عليكم عليكم السلامة وطورة كاتب شوز أحمد لو سمعت أنا أتولي 90 وزني 90 كيلو أقصد أيوا وكنت عايز أن نزل حوالي 15 فأنا سمعت أنت قلت طولك بس أحمد والنبي خليك معاي أنت قلت وزنك 90 ما قلتش طولك طولي 185 حلو جدا كامل حبيبي أنا سمع نعم كامل أنا سمعك يا حسن كنت عايز بس أنزل عشر فكنت عايز أفهم الحل اللي هي الفيزر ولا البلون حلو أنت قل لي الأول بس يا حسن أنت في أماكن في جسمك حجمها مدايقك شوية حجمها كبير في الوزن اللي أنت في دلوقتي الجناب والبطن الجناب والبطن جميل قوي أنت ما سمعتش في داية الحلقة صح يا أحمد طيب ستفتح التلفزيون طيب اسمع بقى عشان قلت الحتة دي هعد عشان خطرك تاني شكرا عفر يا حبيبي هي الفكرة أحمد برضو قال سيناريو أنا دايما أقوله لسه كنت بأتكلم في كل الكلام دا حتة أن الواحد يبقى وزنه مثالي أو قريب من المثالي زي ما احنا قولنا أحمد أهو وزنه مش بعيد خالص عن وزن المثالي بتاعه بس يقولك إيه أنا عندي منطقة البطن والجناب وهقول تعبير هما بيقوله ممكن أحمد يكسب كان يقوله مثلا على أول يقولك أنا عندي أكدناها في عوامة منطقة البطن بالجناب دي كده عندي بروز وبيقولك طب أنا هعمل البلونة ولا هعمل التقنيات اللي أنا هعد أتكلم عليها اللي هي نحت الجسم ديها طبعا نحت الجسم طبعا مش وسألت حاجة بص قصة البلونة أنا مش هخدها خالص في الكلامة عشان خارج مجال لتخصصنا شوية لكن في الآخر هي وتفر في ناس معاها وفي ناس ضدها لكن في النهاية هي حاجة لإنقاص الوزن شكل عام وإنت مشكلتك دلوقتي إن وزنك قرب بالمثالي فهتلاقي نفسك إيه ممكن تقعد تنزل بشكل كبير أو تنزل بدرجة معينة إن كانت نتيجة الاستخدام بتاع البلونة وفي الآخر برضو التركيز ما تمش على منطقة البطن والجناب فطبعا إجراء نحت الدهون لمطقة البطن والجناب هو الحل المثالي لحالة اللي زيك أنا بتكلم عليها من بديع فكرة من بداية الحلقة وحيطة إن إنت إزاي إن أنا هحافظ على شكل الجسم بشكل عام بس باقي حنحة المنطقة دي يعني وشك حفظة زي ما هو ما فيه وش المشكلة مش تحسنك خاسس والناس مش هتقول عليك إن إنت شكلك تعبان أو شاحب أو المنطقة لكن هو في الآخر جسمك كله زي ما هو المنطقة دي بس بقت لايقى عليه أكتر لا أكتر ولا أقل هو دي قص وممكن وزني إلي حاجة بسيطة بس مش هو ده مربط الفرس أو أولا بيت القصيد القصة بالنسبة لن إحنا نزبط الجسم مع بعضه وبرضو اللي أنا كنت بقوله كده قبل التليفون حتت إن وصلنا بعد الإجراء نفسه لخمسين في المئة من النتيجة خمسين في المئة التانية هتوقت تحسن تدريجيا على مدار ثلاثة شهر من الإجراء نتيجة رقم واحد إن المنطقة نفسها بتبقى ورمها شوية نتيجة إنها زي ما أنا قلت الجسم أكده بعات على الدهون الراحة منه فبيحصل حاجة اسمها الاتشاح أو المنطقة دي نفسها نتيجة زي ما قلنا مثلا بتتخبط بتورم فيبتدي التورم دي قل لتدريجي فالحجم نفسه يقل فالمريض يحس كمان إنه بينزل المنطقة دي زيادة كمان مع الوقت حاجة تانية كمان اللي بتحصل ودي اللي إحنا دايما بنقول عليها إن إحنا بعد تفتيت الدهون إحنا بنلبس كورسي الكورسي أو المشد أو الpressure garments تعبيرات كتير قوي بتتقال عليه لكن هو في الآخر هو حاجة بتضغط المنطقة اللي إحنا كلبسي يعني بس ليه ماتيريا المعينة مادة معينة خام بتبقى مريحة للجسم وفي نفس الوقت بتضغطه بشكل symmetrical أو شكل متساوي في كل المناطق عشان تحدم التورم لأنا لسه بتكلم عليه ويروح بسرعة حاجة تانية إنها بتحفز الجلد إنه يشد طب إزاي هتحفز الجلد يشد عن طريق حاجة بقى مهمة قوي جسم الإنسان ربنا خلق له حاجة عاملة زي الصمغ الطبيعي سميه natural glue أو أقرب لكم فكرة تانية طب بصوا خليكم بقى عشان إحنا طلعين فاصل هتكلم على الصمغ الطبيعي ده عشان حتة مهمة قوي تابعونا هنتلع فاصل بنرجع تاني نكمل كلامنا رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين والحلقة شرفت على الانتهاء فضلنا دقيق كده معدودة وحابب ألملكوا كده الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه موضوع نحت القوام وإزاي إن احنا ممكن نزبط أبعاد جسمنا اللي ممكن يبقى فيه مشاكل عند بعضنا وإزاي إنه يكون أصلا وزنهم مثالي أو قريب من مثالي مش يكون عندهم سمنة مفرطة أو وزنهم كبير قوي عشان الإجراء ده ما ينفعش يخضعوله لكن في النهاية هو إجراء بيتم مهم جدا لعلاج السمنة الموضوعية مش السمنة الكلية أو النحافة الموضوعية أو اللي اتنين مع بعضهم علشان أخلي الجسم يزبط وفي نفس الوقت كمان بيختلف الموضوع ده من الرجال على السيدات الشوائية تقنيات كتير قوي ظهرت وبتقول لنا الكلام ده إزاي وبيتم إزاي وإن شاء الله في حلقات تانية برضو نقدر نتكلم فيها باستفادة أكتر لكن هو جزئية الرجالة بيحبوا يظهروا عضلات الجسم أكتر ومن هنا النحط نفسه بيتم بتقنيات حديثة قوي وبنسميها دلوقتي رباع الأبعاد عشان نخلي العضلة نفسها شكلها أوضح وفي نفس الوقت بتشتغل بالحركة يعني كلما بيعمل حركة بجسمه شوية وبيساعد على إنقباض العضلة بيبقى شكلها ظاهر أكتر السيدات بقى طريقة بتبقى مختلفة شوية بنظهر بعض العضلات بس مش جامد قوي عشان بقاش الموضوع مسكلر أو شكل عضل أو شكل رجولي شوية عضلات قوي بسيطة بس الأكتر الكيرفز المنحانات إنهما دايما حتى كمان تعبير أوستاذ هتبقى فاهميني أولا بتكلمه موضوع إنهما يبقى الجسم كيرفي أو إنه يبقى فيه انحناقات بشكل معين أنثوية من هنا إحنا قولنا إنهما ممكن ناخد دهون من مكان ونقيد تاني سياغتها ونحقنا في مكان تاني بحيث إنه يبقى الشكل مور كيرفي مور ناتشرل شكل متناسق بدرجة كبيرة خاصة إنهما في مجتمعاتنا شوية وفي بلادنا عندنا فيه سمنة موضوعية كتيرة بنشوفها في أماكن مختلفة في السيدات وفي الرجال فهنا طبعا التقنيات دي بنقدر نشوفها قد إيه بتساعد على الكلام ده واتكلمنا برضو إنه إحنا قولنا إزاي إن الإجراء ده ممكن في حالات كثير قوي يتم تحت تأثير المخدر الموضوعي لكن مش هو ده برضو مربط الفرس عشان الناس ساعت تسمع مخدر الموضوعي فيقولك آه ده حاجة جميلة قوي طب يلا لأ هي مش الفكرة حتة فكرة المخدر الموضوعي أنا بنقول حاجة زيادة لكن في الآخر برضو ما هو الكل كويس برضو طالما إنه بيتم تحت إشراف طبي صح وفي أماكن مرخصة للكلام ده معنا تليفون أستاذة حنان ألو أيوة يا فنم اتفضلي سلام عليكم ازيك يا دكتور الحمد لله يا فنم عليكم السلام عليكم اتفضلي اتفضلي أنا سمعك يا ريت من التليفون بقى حنان اختفت أنا مش معنا يا ريت تحاولي الاتصال بينا تاني يا حنان الفكرة بس بالنسبة لنا إن إحنا المخدر الكلي أستاذة حنان ما يستمعانا على التليفون أيوة مع حضرتك اتفضلي يا فنم أنا سمعك قالوا أنا يريد تسمعيني من التليفون أيوة يا دكتور مع حضرتك المشكلة يا دكتور إن إحنا يعني هي نفس المشكلة حضركنا نمتبع حضركنا أول الحلقة فعارفة إنه هو عشان الإنسان ينزل جسمه لازم نحن الأماكن اللي هي الموضعية كويس المشكلة بقية يا دكتور المشكلة بقية على الإنسان للناس كتير أيوة إنه هم بيخافوا من حتة المادة بقى كعملية حاجة وحاجة تانية طبعا برضو كتكلفة العملية برضو مش مبهمة بالنسبة لهم حاضر تمام إيه حاجة حاجة تانية حضرك قلت لازم يبقى برضو متخصصين في كتير جدا وبردو واحد ما يعرفش أنه كويس أنه ممكن يعالك صح أصلا ممكن تكون العملية تكون لها أثر سلبية صحيح تأثر صح والله العظيم عندك حق بوسي أنا هقولك حاجة إن شاء الله أنا لازم يعني الكامل بتكامل في ده كلام مهمة قوي ولازم نفرد له فعلا حلقة عشان نوضح للناس فعليا الحاجات الصحة والغلط وكيفية حتى اختير الدكتور هي الفكرة طبعا حتة إن إحنا نعمل إن هي موضوع عملية فهي عملية بس مش عملية برضو كبيرة تيجي إنها مش فتح وقفل يعني القصة بتبقى عبارة عن حاجة زي أمبوبة الفكرة التانية طبعا اختير الدكتور لازم تسألي كتير جدا على الدكتور طبعا يعني هي مش الفكرة بالدعاية اللي بتتمه ودكتور ودعاية وبتفرج عليه على طول وبشوفه في التلفزيون ولا مش عارف إيه الحاجات دي بقت فيها حاجات كتير قوي دلوقتي بتبقى عبارة عن إعلانات فبالتالي لازم تختاري حاجة صحة الفكرة في النهاية طبعا الأسف حلقتنا خلصت إن شاء الله على وعد اللقاء السبت اللي بعد القادم في حاجات كتير حتبقى مهمة وموضوع التأشير إن شاء الله الكيميائي اللي أنا قلت عليه حيكون موضوع حلقتنا إن شاء الله بكرة أنتظر بدكتورة سالي صفط أخصائية الجلدية تابعوها في كلام شايف جدا واشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة